أحل من الكتاب 4.8, 4.10, 4.12 و 4.13 أول حيقة 4.8 In this exercise we examine how pipelining affects the clock cycle time of the processor We want to see how the clock cycle time of the processor will affect the time of the pipeline Problems in this exercise assume that the individual stages of the data path have the following latencies This is a little bit of latencies in this exercise Let me think about the stages of the data path The picture is called target design picture from the material of lecture 6 It's the same design of single cycle data path But it's called stages And there's the stages and registers To be able to make the pipeline The first stage is 5 stages The first stage is called instruction fetch If The next stage is called instruction memory The other stage is called instruction decode Which is called this stage The other stage is called decode The second stage is called execution The fourth stage is called memory access واخر stage بنسميها write back هي الخاصة بالوقت لما بنحتاج ناخد نكتبها ونجد فيه data line موصل على الريجستر تاني عشان يكتب في نفس الريجستر فايل فهو عمل assumption للاتنسي اللي هي اول stage على الشمال الاتنسي بتاعتها 250 بيكو سكند id اللي هي الانستركشن دي كود الاتنسي بتاعتها 250 بيكو سكند execution الاتنسي بتاعتها 150 بيكو سكند memory 300 بيكو سكند وي الاتنسي بتاعتها write back 200 بيكو سكند فاني كتب بس الاتنسي دي هنا عشان لما نجي نحل الانستركشن فيتش 250 بيكو سكند instruction decode 250 بيكو سكند execution 150 بيكو سكند memory او memory access 300 بيكو سكند وبعدين write back 200 بيكو سكند وبعدين او فيه السمشن تاني instructions executed by processor are broken down as false يعني ايه؟ يعني انا عندي الستيجز بتاعتها تتاخد الاتنسيز اللي في اول جدول انا هفرد ان البروغرام ده فيه شوية instructions عددهم سيء مثلا ان instructions دي متقسمة بالcategories يعني ايه؟ يعني نسبة الالو instructions بالنسبة للتوتال number of instructions 45% الالو instructions مقصود بيها instructions اللي بتنفس operation عندي two رجستر بعدين اكتب الناتق في رجستر ثالث اللي هي اكبر جزء من الر type or type instructions الbranch equal نسبتهم من total instructions 20% الbranch equal اللي هي عندي two registers بقارن الvalues بتاعتهم لو هما equal او not equal لو equal بروحة branch على label mine address mine load word percentage بتاعتهم 20% store word 15% تمام؟ دعالوا نشوف الاسئلة هو الجدول التاني ده مش هنحتاجه اخر فاخر بارت من السؤال ده طيب اول سؤال بيقول اللي هو 4.8.1 what is what is clock cycle time in pipeline and non pipeline processor عايزين نحسب clock cycle time في حالة none pipe lined clock cycle time equal مفروض clock cycle time رائحة فان حالة non pipeline instructions الواحد يعدي على كل the stages وهي تبقى كل stages بالنسبة لي هيا دي cycle time حكا انا بخلص Instruction كله بعدما خلص تنفيزه قتلت ينفذ الورو فانسركشن الواحد هياخد كل لتنفس و بعد ما يقلص الانسرقشن المراب يأخذ كل الانسرقشن فكلكلوك سايكل تايم في حالة الننبيبلين اللي هو السنجل سايكل الرباث اللي هو اشتغلنا عليه كل الفترة اللي فاتت هو مجموع الديلي بتاع كل الكمبوننس اللي هي الانسرقشن فتش زائد الانسرقشن دي كود زائد الانسرقشن زائد الاموري زائد الريد باك هيبقى 250 زائد 350 زائد 150 زائد 300 زائد 200 هيبقى 1250 بيكو ساكند في حالة البايبلين في حالة البايبلين فالانسرقشن ستتنفس في نفس الوقت يعني في الوقت اللي فيه انسرقشن بيتعمله فيتش من الانسرقشن فيتش كتاب تحش من الانسرقشن تنى بتعمله دي كود هنا في انسرقشن فيه وفي نفس الوقت فيه انسرقشن تالث بتعمللو إكيسكيوم في الناسرقشن في وفي نفس الوقت فى انسرقشن فى الريد باك يعني عندي فى ال��ال الواحد عندي الجي هندج خلال فى فيها انسرقشن فى الحالة البايبلين الجي هل بايبلين هتساوي الماكسمم لاتنسي او الماكسمم ستيج لاتنسي فهجي نشوف هنا الاستيجز بتاع تيمين اكتر ستيج بتاخد وقت هلاقي الاستيجز بتاخد وقت اللي بتاخد 350 بيكو ساكند يبقى هو ده الوقت اللي بحطه وليل سايكل تايم اعيز افكركم بحاجة بس قبل ما نسى ان في النايم بايبلين كنت دايما بخالي سايكل تايم هي لاتنسي يعني ايه يعني زي ما قلنا مرة اللي فاتت ان في انستركشنز بتاخد مثلا عشان تتنفس بتعدي في الاستيجز مثلا الاستيجز مثلا الاستيجز وبس في ايه مثلا زي قلنا خلونا اقول ان في انستركشن هيعدي في ال اربعة دول اللي هما زي زي الا مستخدم الممتاز الالو محتاجة أستخدم الممتاز ليست لها محتاجة الavasال كنت حالة العمل المحتاجة على الاسباب كنت بحسب الباث ويأخذ وقتها قدقيق وكتب أجمع ذلك الالتاني سيأخذ هالتنصار الالو هايخذل 3 تلاتة واجمع الوقت يبقى كل الاستخدم لعمل لاتنسي بتاعثه لكن عشان احسب فانا بحسب لاتنسي بتاعث الاتنسي بتاعث اللي بياخد اطول باث فاطول باث بالنسبالي هو الاتنسي اللى هيعادي في كل الستيجز تي اعمله فيتش اعمله انتهي مثل ايه زي الاتنسي اللى هو اللودورد اللودورد بيستخدم فيه كل الستيجز ببقى ان ده اكتر اكتر لاتنسي هو دا من اسبالي كرد كالباس واللاتنسي بتاعته هي دي clock cycle time الاس تمام وديل pipeline دا كدا اي اول part تعال نشوف 4.8.2 هو هنا عايز يحسب اللاتنسي يعني السؤال اللي فات حسبنا فيه clock cycle time السؤال دا عايزي نحسب اللاتنسي بتاعت instruction طيب اللاتنسي بتحسب ازاي في حالة pipelined latency of load word instruction هيساوي السايكل تايم كلها يعني ايه يعني كل الانستركشن بياخد السايكل تايم كاملة عشان يتنفس اللي هي الف pico second واي وياخد نفس السايكل عشان يتنفس في حالة non pipelined كل الانستركشنز هتاخد نفس السايكل عشان تتنفس فيها يخلص قبل الوقت دا وفيه مش هيخلص قبلي بس كده كده بتطرر استنى لحد السايكل كلها ما تخلص قبل ما نفذ الانستركشن جديد في حالة pipelined latency of load word instruction هياخد الوقتي load word instruction هياخد زي ما قلنا من شوية بيستخدم 5 stages كلهم يبقى هو هياخد time بتاع 5 stages في then stage time then stage time خلو بلكن هو clock cycle يبقى هو هياخد خمسة في 350 اللي احنا لسى حسبنها هيساوي 1750 pico second يبقى load word لما يتنفس هيعدي هنا ويقف فيها 350 pico second ويقف فيها 350 pico second ويقف فيها 350 pico second وبعدين يعد على stage d350 ثم 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 يبقى هو total هياخد اده هياخد 350 في 5 يعني 750 تمام طبعا هو هنا time بتاع اواخد اكتر بس عشان انا بحسب time بتاع instruction load word الوحده لكن في نفس الوقت اللي load word بتنفس في instruction تاني بتنفس في كل مرة load word ده stage في instructions تاني في stages تاني فلو حبيت احسب التوتل اللي تنسيب تاعد كل الinstructions هيبقى اقل لكن load word الوحده هياخد 1750 pico second if we can split the stage one stage of the pipeline the path into two new stages لو انا هقدر امسك واحدة من ال stages من الخمسة stages دول واسمها لتو stages each with half of latency of the original stage يعني هاخد اختار انا stage من الخمسة اللي فوق دول دي او دي او دي او دي او دي اختار واحدة من الخمسة دول واسمها بحيث ان هي تبقى متأسم ال two stages وكل واحدة منه ما تاخد ال latency هتاخد نص ال latency الاصلية بتاعت ال stage الاصلية which stage would you split and what is the new clock cycle time of the processor منطقي بيقول اننا اختار ال stage اللي بتاخد اعلى time هي دي اللي اقسمها طب مين اللي هياخد يبقى stage two split equal stage with maximum latency اللي هي instruction decode اللي هي بتاخد 350 picosecond طب انا ها اقسمها into two stages each stage with latency equal to نص ال latency الاصلية يبقى نص 250 الهي 175 picosecond يبقى شكل stage سيبقى عامل زي دلوقتي instruction feature افكر احنا ممكن نعمل ده قدول instruction feature زي هتاخد 52 50 وبعدين instruction decode ها اسمها تبقى instruction decode one instruction decode two وان هتاخد 175 و two هتاخد 175 وبعدين عندنا execution دي كده 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 150 picosecond وبعدين memory كده 300 picosecond وبعدين write back كده 200 200 ان بقيت السؤال بقى كده انا استمتها للstages طب بقيت السؤال بيقول what is the new clock cycle time clock cycle time في حالة وضل الوقتي pipeline clock cycle time هتساوي زي الجزئية اللي فوق بالضبط ده دي maximum latency maximum stage latency طب مين الستاج اللي بتاخد اعلى latency في دول دلوقتي هلائي اللي هي الماموري stage دي يبقى maximum stage latency 300 picosecond يبقى clock cycle time في حالة pipeline في الحالة 300 picosecond طيب ليه انا من الاول اخترت stage maximum latency عشان لو هنفرد مثلا انا كنت اخدت اي stage تانية سيء مثلا اللي وراها على طول الماموري دي وكنت اقسمتها تاكهت الستاج ستبقى 250 150 150 150 وبعدين 300 هتتقسم 150 150 150 وبعدين 200 150 فيبقوا 6 باللاتنسي اللي قلتها طب لما هاجي احسب clock cycle time ستيل هاخد maximum stage latency فاستيل هاخد time بتاع instruction decode لان انا مكنتش قسمتها فابقى كاني محسنتش حاجة في clock cycle time طيب 4.8 0.4 assuming there are no stalls or hazards what is the utilization of the data memory يعني عايزين نعرف data memory هستخدمها بنسبة add-e من total utilization فهحتاج اعمل ايه هنا هنبص على فكرة على table التابل ده هنستخدمه في السؤال ده كمان عشان اعرف هستخدمها ايه محتاج اشوف مين ال instructions اللي تستخدمها يبقى memory utilization depends on instructions that use memory اللي هما مين اللي هما ال ALU مش بتستخدم memory branch equal مش بتستخدمها يبقى هما load word plus store word يبقى memory utilization 20% زائد 15% يعني عندي total 35% من instructions بيستخدمه memory utilization 35% طيب assuming there are no stalls or hazards what is the utilization of the right register port of the register units طيب هوم مبدأين كده right register port دي عبارة عن port اللي بستخدمها لما بحتاج اكتب في register فعشان اعرف الutilization بتاع port دي لازم اعرف مني instructions اللي بتحتهاك تكتب يبقى utilization of right register port depends on instructions that write into register يبقى ultilize هاي يساوي من instructions هنمسككم واحد واحد ال ALU ده بيحتاج يكتب في register branch equal ما بيكتبش load word بيكتب store word ما بيكتبش يبقى ALU plus load word يبقى يساوي 45% زائد 20% يعني 65% نسبة او استغلال او استخدام ال right register بورت اخر بورت في السؤال ده تعالوا نقرر كده موسيقى سترد نستغل تميس موسيقى موسيقى يعني هو فارد ان في دزاين جديد اسمه موسيقى 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 في موسيقى موسيقى يبقى اضرفها من كده هو باني على البيب ليند ان كل هيستخدم هيعدي في عدد من الستيجيز وكل ستيج هتاخد سايكل تايم يبقى او هتاخد عدد من السايكل يبقى الواحد هياخد عدد من السايكلز مساوي العدد اللي بيعدي فيها لان لو احنا كنا بنينا على لو بنينا على السينجل سايكل كان كان الواحد هياخد سايكل واحدة اللي هي كانت السايكل واحدة بتاعت كل الستيجز لكن هو هنا بيقول لكنا هياخد ملتبل سايكلز يبقى انا بني على البيب لين اللي فيه كل سايكل عبارة عن التايم بتاع الستيج فالإنستركشن الواحد بياخد كذا سايكل بياخد كذا سايكل تمام يعني ايه؟ اكزامبل هو قال لي هنا استيل هو استورورد فالستورورد بيعمل بيعمل علي بالعمل أهلك كودي علي اقعةِ السايكلة اللي هي اسêtes وستكdisciplinary انا مش اخلي الانستركشن يعادي في كل الستيجز هي عادي واسف الستيجز لو محتكى طيب احنا عايزين نحسب حاكتين السايكل تايم بتاعت السينجل سايكل بتاعت البايب وطبعا السينجل سايكل هو ننبايب لايند وبتاعت المالتي سايكل اللي هو الدزاين الجديد فهنا قريزين كنا حاسبين ان السايكل تايم سايكل تايم في السينجل سايكل كان بتساوي 1250 بيكو ساكند وفي البايب لاين كان بتساوي 350 بيكو ساكند طيب في المالتي سايكل بما انه هو ايه لان انا باني على البايب لايند عشان الكوزئي اللي كانت في اول سايكل تايم هتاخد زي البايب لايند بالزبط اللي هي 250 بيكو ساكند يبقى دي اول حاجة هو عايز يحسبها التاني حاجة عايز يحسبها هو ا elected named وي تاني حاجة برضو للتات حاجات single cycle teleport time coming from the particle المالتيساكل طيب هو الأسلام Shiny نفتكر مبارا عن عدد الinstructions أو instruction count في cycle time في cycle time فهنفرض assume that instruction count أو ممكن ما نمناش assume خليه instruction count فهيبقى execution time بتاع single cycle pipeline هي save instruction count طبع instruction count مش موجود عندي فهفرده زي ما هو كده أو هسبه زي ما هي ممكن نعود عنه بN بس ممكن نسبه زي ما هي في cycle time بتاع المان pipeline كنا لسه حزبنا فوق 1250 طيب pipeline برضو نفس الرول يبقى execution time هي save instruction count في cycle time اللي هي مرودة 350 يبقى هدر أقول ان هقارن ال execution time بتاع single مع pipeline اللي هي بنسميها speed up ممكن نقول speed up هتساوي execution time بتاع non pipeline على execution time بتاع pipeline هاي ساوي instruction count 1252 على instruction count 1350 هل هي بقى مردي instruction count هتروح مع instruction count فهي تبقى لي 1252 هات 1350 هتتزيني تقريبا data 57 و according لنفس الرول بس هنطبع بطريقة شوية مختلفة ازاي فكرة في الحالة المالتي سايكل اللي باني على pipeline ان في instructions هتاخد 5 cycles أو 5 stages في instructions لا يعني ايه يعني عندي مسلا المساكم كده ال ALU هيستخدم كل stages معده الممري هيستخدم 4 stages أو 4 cycles ال branch equal هيستخدم برضو 4 stages أو 4 cycles لان وردو مش بيستخدم من memory مش بيستخدم من write back بس في وقت memory بيستخدم الجزء بتاع branch computation جزء بتاع branch اللي هو فوق الحتة دي في نفس الحتة دي في design المزبوط الكامل يعني ده مزبوط بس مش كامل بيبقى في الجزء branch بيبقى في output جاي من اللي هو بتاع zero flag وبيروح هنا على end gate وال multiplexer اللي بيعمل decision لي هي branch أو لا ففي competition بتحصل في stage دي فهو بياخد بياخد time بتاع four stages اللون word زي ما اكتر واحد بياخد وقت فبياخد five stages five cycles و install word ما بيكتب ش في register فبياخد four stages أو four cycles طيب فإن اللي هيحصل في pipelining في الوقت اللي في المفروض الطبيعي في pipelining إن حنحسب execution time إن كل instruction بياخد cycle واحد لأن هما بتنفزوا في نفس الوقت فعشان نحسب execution type بنضرب عدد instructions في cycle الوحد يتبقى 150 فحالة multi cycle اللي ممنع pipelining يعني مفروض الوقت اللي في instruction هياخد five stages هنا كده مثلا instruction one سي مثلا instruction ده لود ويرد فهو هيعدي بال four stages أنا يستغل ده كده مثلا عندي instruction one ده load word فهيعدي بال feature ويعدي بال decode execute memory write back هني instruction two فالطبيعي ده لو الطبيعي instruction two هيعدي بكل stages مثلا elu فهو في الوقت اللي ده بيعمل feature ده هيبقى بيعمل في الوقت اللي ده بيعمل decode ده هيبقى مام feature execute and decode execute memory ومفروض ان احنا بيعدي في stage الخمسة بتاعته فهيعمل هنا write back فالطبيعي ان انا في cycle بيطلع instruction في cycle ده بيطلع instruction فالtwo instructions دول هياخده two cycles لكن في حالة pipeline وحالة وحالة المنتي cycle هو قايل ان مش لازم الانستركشن ياخد كل الاستيجز فمسلا instructions زي ال ALU مش بيحتاج استخدم memory فلما يخلص instruction feature execute هيعمل write back وبالتالي مش هيحتاج يعدي في stage الخمسة فاللي هيحصل في الكيس بتاعت دي ان two instructions دول هياخد نفس السايكل يعني عند السايكل دي لو حبينا نكتب cycles نسميهم دي clock cycle one clock cycle two clock cycle three clock cycle four clock cycle five clock cycle six القديم كان ان عند clock cycle five instruction الاولين يده بيخلص وعند clock cycle six instruction التن يده بيخلص two instructions دول هياخد two cycles دول عشان يتنفز لكن في multi cycle ال alu مثلا مش هيحتاج يعدي على الميموري فهي من write back هنا فاللي هيحصل ان في cycle 5 clock cycle 5 two instructions هيخلص يبقى two instructions خدوا cycle واحدة بس مخدوش two cycles فالtime هيبقى أقل طبعا حسابها هزي هزي سهل نفسنا هنبتدي نشوف مين المختلف المختلف بالنسبالي هو load word فهنبتدي نشوف هنا نسبة instructions بتاعة load word بالنسبة total instructions من الجدول ده هلاقي هم 20% يبقى هلاقي ان عندي 20 من حسب execution time أنا عندي 20% يعني 2 من 10 من instruction count هياخدو 5 cycles زائد بقيت instructions كلها دول 8 من 10 لما 8% من instruction count هياخدو 4 cycles وال execution time هيبقى عبارة عن كل الكلام ده مضروف في cycle time هنجمع بقى نلاقي ان كل اللي في النص ده كده مبارة عن 4.2 instruction count مضروفة في cycle time يبقى لو حبيت اقارن ده بال pipe lining كنا قلنا ان هو عبارة عن instruction count cycle time نضرب دي هايبقى 4.2 في instruction count في قلنا cycle time في حالة multi cycle كنا حزين 250 يبقى هو ده execution time لو حبيت اقارن execution time بتاع multi cycle على execution time بتاع pipeline على e 4.2 times instruction count time 250 على اللي كنا حزبنها فوق اي pipeline تعبار عن instruction count 250 هنشيل الحاجة قديم عموضع فنلاقي b equal 4.2 ده كده 4.8 6 طيب سؤال الوراء 4.10 4.10 هو سؤال يبان طويل شوية بس هو اللي هو طلب قليل يعني exercise ده هو ببساطة مديني code اللي هو ده نغده copy كده وبيقلي ان انا عندي pipeline maps في stages 5 stages بالlatency sd instruction feature طبعا instruction decode execute memory writeback وعندي الكود ده عايز ننفزه على pipeline processor ولكود ده في واحد نين ثلاث أربعة خمسة نين ثلاث أربعة خمسة تمام store word او حيقة وعدي load word branch equal add ستلذان ستلذان فعايزي ننافز code على processor هو عايز يعمل ايه هو بس كلام كتير ايه هو افرد ان branches perfectly protected يعني مفيش مشكلة في branches و افرد ان ما فيش delay slots وعند بس assumptions صغير ايه هو if we have one memory for both instructions and data يعني انا عندي memori بدلا من memori بتسمى instruction memori اللي هي عند اول stage و data memory اللي هي رابع stage هو فرد ان هي memori واحدة شغل ال instructions و شغل ال data فطبعا هو بيقول ان there is a structural hazard every time we need to feature an instruction in the same cycle in which instruction another instruction access data يعني ايه يعني المشكلة دلوقتي بالنسبة لي ان لو انا عندي في وقت معين two instructions او في وقت معين instruction بيحاولي access data زي mean زي instructions بتاعات load word والstore word الوقت ده instruction بيحاولي جيب data من الممري في نفس الوقت انا بحاول افتش instruction من الممري هي حصل عندي structure hazard فعشان نحلها هو بيقول ان احنا اه عشان نحلها نستخدم install وعايز يعرف execution time what is the total execution time of this instruction sequence in the five stage pipeline that only has one memory خلاص فتعالوا كده نشوف الدنيا تابقى عملت سي ال store word مدئين كده قبل ما ننسى execution time بيساوي عدد the instructions مفروض في cycle time طيب cycle time فحالت pipeline stages pipeline stages pipeline stage staging المفروض المفروض maximum stage time طيب انا هنزل الوقت بتاعها اي او ال latency بتاعتها 220-150-190 مية يبقى اكتر latency بالنسبالي هي latency of instruction feature اللي هي 220-50 second يبقى انا عشا حسب execution type هدرب عدد instructions في cycle time اللي هي 220-50 طيب اي حدد instructions هو الطبيعي اللي بيين لي instructions دول عددهم خمسة سحارة pipeline لو تفتكر execution time بيساوي عدد instructions في cycle time فمفروض ان انا هدرب الخمسة في cycle بس طبعا ده مجيزا يعني بيبقى فيه شوية cycles فالاول بنحسابه من negligible طيب تعالوا نشوف كده الدنيا بتعمل ازاي مفروض اول حاجة خالص عند اول cycle ويفوية c sought ان افürü وقامل ويضع ومش رأي مفروض ان الكلور ويضع 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 اخلي وكثير وطاقل ويضع وقامل وكثير أقامل هنا ميموري هعمل هنا اكسكيوت هعمل هنا اكسكيوت وعمل فيتش للانستركشن الرابع وعدين في الكرك سايكل 5 هعمل هنا وحين عند السايكل الخامسة حتى تطلع اول انستركشن يكون خاص هعمل هنا ميموري اكسكيوت استركشن دي كود وعمل فيتش لاخر انستركشن يبقى ايه اللي بيحصل الطبيعي ان انا باخد في الاول خاصين بالستورورد يبقى كلوك اربعة سايكلز في الاول وبعدين دول عشان اول انستركشن وبعدين في السايكل الخامسة هنفس اخر في اول انستركشن يبقى اول انستركشن هياخد 5 سايكل عشان يتنفس ممكن نحسبها بالتفصيل يعني بعد 5 سايكلز يعني عند السايكل الخامسة او الانستركشن يكون خلص من بعد السايكل الخامسة من اول للسايكل الستة كل انستركشن هياخد سايكل واحدة طيب انا عندي فضلي كم انستركشن فضلي واحد اثنين تلاتة اربعة يبقى الطبيعي ان انا عندي اربعة انستركشن كل واحد هياخد سايكل تايم يبقى اول انستركشن هياخد 5 سايكلز في السايكل تايم زائد كل انستركشن بعد الاول اللي هم عددهم في الكاس بتاعتنا اربعة ياخدوا السايكل تايم يبقى الرول اللي فوق دي دي مجازن لكن الرول اللي تحت دي هي الدقيقة بالضبط لان لما عدد انستركشن بيزيد اوي 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 الفايف سايكلز اللي في الاول دول بيبقوا نجليجابل فعشان كده غالبا لما بنتكلم بنقول الرول بس بالضبط الدقيق يعني اولا فالسايكلز الطبيعي ان هي تاخد خمسة سايكلز في متين زائد سايكلز في متين هيساوي تسعة في متين اللي هي الف و تون و ميت بيكو ساكن بس ده في حالة ايه ده في حالة البايبلينج الطبيعي ده مش حل اول سؤالي ده مش فور بوينت تين بوينت وون ده طبيعي فور بوينت تين بوينت وون هو ايه اللي فيه اسمشن ان ديتا ميموري هي هي الانستركشن ميموري طب ايه اللي هيحصل بقى اللي هيحصل عندي مشكلة ايكسكيوشن طيام هيتغير اللي هو طالبولي عشان انا عند اول اول ديتا مفيش اي مشاكل عند الكلوك دي الوقت اللي هب انا محتاجة اكسس الميموري عشان اجيب ديتا خاصة بالستور بورت عشان امستور يعني ديتا في الدايتا مموري فنفس الوقت عغب يحتاج اعمل فيتش لينستركشن بتاع الاد وما اني انا باستخدم نفس الكمبوننت او نفس الريسورس فمش هينفع فالحل ان احنا نعمل ايه نحنا نعمل يعني ايه يعني عندي سايكل الربع الطبيعي معنى سايكل اولة فيتش اول آمل سايكل السايكل تاني فيتش تاني استركشن سايكل التالتة بفتش دات استركشن هيجي عندي سايكل رابعة وللأسف مش هعمل فيتش هعمل يبقى أنا مش هفيتش الاد في سايكل الرابعة هأجلها هلعمل له فيتش هنا هاشوف هلاقيين في السايكل الخامسة برضو هايتن يستخدم من فمش هينفع في نفس السايكل اعمل فيتش يبقى هعمل ايه كمان هعمل ستول كمان مر يبقى مش هعمل فيتش هنا يبقى إمتي عمل فيتش الانستر owns الاول كنت أعمله فيتش في الرابعة في سايكل الرابعة مش هعمله في الرابعة ومش هعمله في الخمسة هبتدي اعمله فيتش في السايكل ست هين طيب امي الانستر نиссيد لإذا سأعمله فيتش فين هعمله فيتش في السايكل السبع اللي هو نفس الوقت اللي ع Brand DRX لالـ يبقى ايه اللي حصل اللي حصل اللي بدأ معنا كانوا 1 2 3 4 5 بقوا كأنهم قد ايه 7 يبقى انا في عندي 2 cycles في النص مش هطلع فيهم instructions يعني هطلع اول instruction هيخلص عندي cycle الخمسة cycle الستة والسبعة دول ضيع يعني not used وبعدين هبتدي من cycle التمنى هطلع على ال instructions او او memory write back او ممكن نقول ان مش كده ممكن نقول ان الست هطلع فيها load word هخلصه السبع هخلص فيها load word برضو بس بدل ما كنت في cycle التمنى مفروض يعني ان انا اكون خلصت الاد للاسف انا مش هقدر هنا اخلص الاد في cycle التمنى الاد هيبقى يدوبك بيعمل execute وده هيبقى يدوبك بيعمل instruction decode يبقى الاد مش هيتنفذ او مش هيخلص في cycle التمنى ولا حتى التسعة اخلص في العش يعني من الاخر نقدر اوني في two cycles for most not used يبقى ال execution time بقى يتحسب ازاي في حالة ان ال data memory هي instruction memory execution time هيبقى هيبقى وبرعا five cycles four first instruction في cycle time بلس باقي ال instructions اللي هم اربعة في cycle time بلس خلوا بالكوا في عندي two cycles not used مش هعمل فيهم حاجة هيضيعوا ولا خلص فيهم instruction ولا اي حاجة بس هم هياخدوا time وهيتحزبوا يبقى زودوا cycle يبقى ال total عندي five four two اللي هو 11 cycle في cycle time اللي هي 20 هيتطلع 2020 22nd execution time طيب part 2 برضو نفس ال assumption ان branches شغالة تمام وان ما فيش ديلي بس هو هنا فارد حاجة تانية ايه هي يعني ايه يعني الطبيعي في ال load store instructions ان انا كنت بحتاج احسب ال final address بجمع ال address اللي في ال RS على ال offset وصل ال final address فهو بيقول ان احنا هنستخدم register كمانه هو اللي هيبقى شايل كل حاجة بحيث ان انا محتاجش عمل operation لل ALU فنتيجة كده as a result memory and execution stages can be overlapped and the pipeline has 4 stages هو عايز يقول ان احنا نقدر نخلي المموري وال execution stage اللي هم دي و دي يبقوا كأنهم stage واحدة فتوتل هيبقى عندي في ال processor 4 stages مطل 5 change this code to accommodate this changed instruction set و ال speed up فالله هيحصل ان احنا هنرجع على نفس ال code نفس ال rule sorry ونحسب ال execution time دي ندير ال rule القديمة انا احمل بس الجدول ده عايز ان اخلي بنا من حجة ان الجدول هنا هيتغير ازاي ان هما بدل ما كانوا 5 stages هيبقوا 4 يعني ال execute وال memory هيبقوا حاجة واحدة فاي instruction هيعدي instruction feature instruction the code execute هنسميها execute memory دي كانت stage واحدة و بعدين write back نفس الكلام يعني اللي عايز اقوله ان احنا اختصرنا ال stages بدل ما هم يعني 5 stages بقى 4 stages طب الوقت هايبقى ايه هنلاحظ كده انا اول instruction هياخد 4 cycles عشان يتنفس وبعد كده عند كل clock cycle هطلع instruction هلو بقى لكم الجدول ده في حالة نفس الحجة نفس الحجة لكن لو مختلفين هيبقى عامل كده نفس الحجة فالله هيحصل ان اول instruction هياخد 4 cycles وبعدين بعد كده كل cycle هتنفس فيها instruction يبقى اقدر اقول ان execution time هيساوي دي رول المجازن بس رول الدقيقة ان 4 cycles for friends instruction وبعدين كل instruction هياخد cycle طب انا فضلي بعد الاول instruction قد ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى اربعة في cycle time يبقى اربعة في متين زائد اربعة في متين لهو تمانية في متين يعني هيبقى 1600 طيب بقيت السؤال بيقول ايه خلاص هوانا ايه what is the speed up achieved what is the speed up is achieved in this instruction sequence speed up هي معروفة ان هي time speed up هتبقى عبارة عن execution time في حالة ان انا 5 stages وطبعا لما ابقى 4 stages الوقت هيبقى اقل فدايما لما باجي احسب speed up بحسب execution time الاعلى على execution time الاقل يبقى انا هشوف execution time في حالة ان انا كنت شغالة 5 stages على execution time لو انا شغالة 4 stages هاي ساوي فحالة ال high stages كنا حسبينه فوقه غروفة ودا execution time في حالة الطبيعية instruction memory مفصل على data memory كنا حسبينه قبل ما نحل 4.10.1 خلاص كان 1800 ودا execution time فحالة لنا 4 stages الوقت 1600 فحالة الوقت شغالة الوقت 1.25 فاقلت 4.10 4.12 5.12 هذا هو خاص بالفكرة التعديل لكي أقدر أقلل ويحاول أحلم مشكلة بطريقة ثانية غير أن أقوم بسطول فان مفروض أنا قائبة الصورة دي من اللكتر دي مفروض شكل ال pipeline processor بعدما أمنا الforwarding مفروض أني بقى في lines من stage بتاعة المموري ايه قائمة من الهوما من execution والمموري دي بتعمل forwarding back للexecution ويبقى فيه من right back stage أو من الملتبلاكسر ده في forwarding line للexecution مفروض أن المحاضر اتخذ ان دول فكرتهم ان نحن 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 المطمئة من المطمئة من المطمئة مفروض هنا بعدين أقرها لن نفذها في execute لا أنا بخذ lines data lines direct بحط فيها data من ال نفس الكلام من هنا دي فكرتها طيب السؤال ده عايز يعمل ايه هو بيقول لي اننا عفرت اننا عندي program في عدد من instructions instructions دي فيها أجزاء من instructions بتحتاج يبقى فيها dependencies اللي هم سميها هنا raw data dependence طيب هم مقسمها مقسمها ازاي حسب الجدول ده execution to first only معناها ايه معناها instruction اللي في الستيج بتاعة execution ال output بتاعه هحتاجه ك input لل first first next instruction يعني instruction الوراي على طول يعني مثلا مثلا أنا هو the over instruction the instruction اللي هو بيتكلم عنه لما بيبقى في execution stage اللي هي دي اللي عند الشكل بتاع ال ALU فأنا هحتاج ال output بتاعه في first next instruction يعني هحتاجه في ال input بتاع instruction الوراي على طول اللي هو C مثلا ده طب انا بيحتاج ال output فين ما هحتاج ال output اللي خارج من ال ALU اللي هو متخزن في ال register ده اللي ما بين ال ALU وال memory اللي هو اسمه ex mem هحتاجه ك input هنا ال instruction اللي هو حاليا في ال cycle ده بيبقى في ال stage بتاع ال registers file او ال registers يعني بيقرى ال data من ال registers خلص دي معنى الجملة ده طيب نسبتهم ادي نسبتهم 5% انا عندي 5% total instructions بحتاج ال data اللي في ال execution stage ك output بحتاجها ك input لل first next instruction طيب و دي معناها اي معناها ان انا ال instruction اللي بيبقى في ال memory stage بحتاج ال output بتاعه يعني ال output اللي خارج من ال memory مش من ال ALU بيبقى المرودي بحتاج ال output ده ك input لل first next instruction اللي هي بالضبط زي كيس دي على فكرة اننا ال instruction ده زي load word مثلا بحتاج ال data في المموري خارجه من المموري من ال stages دي ك input لل instruction اللي وراه على طول يعني عايزيها في ال stages دي اللي هنا لما ال instruction اللي وراه بيبقى في ال stage بتاعه ال register طيب نسبتهم اندي اي نسبتهم 20% وهكذا يبقى انا عندي 20% من total instructions لما بيبقى في ال memory stage ال output بتاعهم بحتاجه ال first next instruction طيب 5% من ال instructions total instructions بحتاج ال output بتاعهم لما بيبقوا في ال execution stage to the second next instruction يعني سيمسلا انا في ال instruction ده هنا بحتاج ال output بتاعي لما بقى في ال execution stage بس مش لل next instruction ال second next instruction ده اسمه first next instruction ده اسمه second next instruction نسبتهم اندي اي نسبتهم 5% طيب وهكذا اي تاني 10% من total instructions بحتاج ال output بتاعهم لما بيبقوا في ال memory stage بحتاجه كـ كـ input ال second next instruction اللي هو ال instruction اللي هو الورا اللي وراية طيب و 10% من total instructions بحتاج حاجتين بحتاج ال output بتاعهم لما بيبقوا في ال execution stage كـ input لل first next instruction يعني instruction اللي وراه على طول وف نفس الوقت بحتاج ال output بتاعهم لما بيبقوا في ال memory stage لل second next instruction وبعدين عشرة في المية ده معنى الجدول هم بيشرح الكلام ده كله في الحتة دي وبعدين بيقول لي هنا ويأسيوم بيقول لي دي كده كده خدناها في اللكتر دي كده كده خدناها في اللكتر دايما بقرأ من الريجستر فيل في النص الأولين من السايكل وبكتب في النص التاني Also assume the CPI of the processor is one if there are no data hazards يعني afford an cycle per instruction واحد يعني اي يعني كل الانستركشن هي والسايكل واحدة تمام دي كده الانبوت بتاعت الانسوئل طيب بعدين لسه مديني انبوت تانيين ايه هي assume the following latencies for individual pipeline stages القزئية دي عادية جدا همسك كل ستايج اديها latency هو عمل assumption instruction feature بتاخد مئة وخمسين pico second instruction decode بتاخد مئة pico second هسيبدي شوية بعدين الميموري بتاخد مئة وعشرين pico second وبعدين الريد باك بتاخد مئة pico second ايه جديد بها في سؤال ده انه هو فارد ايه ممسك كل ستايج اللي هي الستيج اللي فيها lul time latency بتاعتها تختلف على حسب هي بتعمل ايه اول حاجة لو هي execution stage with no forwarding no fw يعني ايه يعني شكلها عامل كده لا مش كده هي زي دي بس مفيش الفوروردين يونت اللي هنا دي مفيش اي حاجة خارجة من هنا بالازرق ده وراجعة تاني هي برضو نفس الشكل ده بس منغير الخطوط الدبن لكتشر الصورة دي منغير الخطوط الأورنج والحمره دي يعني هو بايبلاين بس مفيهوش ميش بيسابورت الفوروردين ساعتها الليتنسي بتاعة الستيج دي تقمية وعشرين في كوسيجن طيب لو هي فيها فول فوروردين يعني ايه يعني لو الاسكيوشن يونت بتسابورت الفوروردين يعني شكلها بالضبط نفس الشكل ده في هنا مالتبليكسر طبعا ده تشارع في المحضرة في مالتبليكسر وفي مالتبليكسر تاني بدلا ما كان بيدخلهم بس الدايتا اللي جاية من الستيج اللي عبلاها بيدخلهم كمان الدايتا بتاعة الستيج اللي وراها اللي هو الخط الأحمر هو العكس يعني الستيج اللي وراها يعني instruction القبل اللي قبله والستيج اللي وراها يعني instruction القبله طبعا الستيج بتنفذ البعدي بتنفذ instruction القبلي ده كده الفوروردينج ساعتها الليتنسي بتاعة الستيج تقمية وخمسين بيكوسيجن طيب ولو le execution state ده بتصكبورت يعني من الآخر لو كانت الليية لسورة بتاعة lecture ياما هي تصكبورت الخط الأحمر اللي هو الـ forwarding من الـ execution ياما هي تصكبورت الخط الأورنج أو الأصفر اللي هو comme on the memory ساعتها اللي تنسي بتاعتها هتبقى 140 بيكو ساقت اخر واحدة لو بتصفورت الفوردنج من الميموري او من الريد باك ساعتها تبقى 130 بيكو ساقت ده كده الاسئلة بقى نفسها اول حاجة بيقول لي if we use no forwarding what fraction of cycles are we stalling due to data hazard يعني لو احنا مش بنسابورت الفوردنج يعني الاخر كده اللي تنسي بتاعت الاكسكيوشن ستيتش مايو 20 بيكو ساقت احنا نفكرين الاكسكيوشن ده عبارة عن الاكسكيوشن الزيادة بسبب الاكسكيوشن اللي بنحطها في النفس عشان تأخر لي الاكسكيوشن فببساطة شديدة هنبتدي نبص المفروض الطبيعي ان انا بيبقى عندي الاكسكيوشن ده ياما بياخرني سايكل واحدة ياما بياخرني تو سايكلز امتى على حسب واللهي حسب الرسمة دي مسلا مسلا يعني لو انا عندي الاكسكيوشن هنا ساي مسلا ده انستغيله هو مش launched هو انستركشن معين و...ده مثلا وهو انستركشن الوراء و الاوتبوت بتاعه هو الانتстраكشن الوراء فان مشكلة بالنسباني ان الوقت الانتстраكشن الاولاني في ميزيك ده ان انا مش هورى عليها يعني الاوتبوت خارج من هنا ده هنفرض ان ده مش لو الورد لو ده اد و ده كده اد هنجبت اجزامبل تاني ده مسألة instruction subtract اخبط بتاع دولار سين تو هو الانبوت بتاع ال next first instruction اللي هو الوراء فساعتها اللي بيحصل ايه ان الوقت الانستركشن ده في مرحلة يعني محتاج يقرد بتاعت register 2 مفروض لو هيقرد final data اللي هي updated هنا في الوقت اللي ده بيحاول يقردها هي already ما تعملهاش update هي لسه يتعمل لها update كمان to cycles يعني في الوقت اللي ده هايز يقرد data instruction اللي قبل هو subtract في مرحلة execution لسه هيكتب ال output كمان to cycles فساعتها بنحتاج نعمل install نأخر ال instruction ده انه هو يتنفذ مرتين لحد ما the two cycles يعده wait data تكتب في registers فقدر اقراه نفس الكلام لو الاولاني مثلا بدل ده بقى load word فالوقت فالload word يعني ايه يعني ال data اللي هتطلع output من instruction ده هيتطلع من stage z فنفس المشكلة ان الوقت ويسي ال data بتاعت ال instruction ده load word وهيحط output dollar sign 2 والinstruction اللي الوراه هيستخدم dollar sign 2 ففي الوقت ال instruction الاند ده محتاج يقر dollar sign 2 final value هو لسه اصلا ما تكتبتش طب هتتكتب امتى هتتكتب هنا لما instruction اللي قبله يخلص data memory ويكتب فنفس المشكلة محتاج ان انا اخر instruction ده two cycles يعني بدلا ما هو هيقره هنا يقره هنا عشان يكون instruction اللي قبله كتب يبقى في حالة اننا instruction بتاعي output بتاعه محتمد عليه next first instruction اللي هو ده انا محتاجي اعمل two tools او two cycles تمام طيب دي بوينت الاولانية الpoint التانية لو output بتاعي بتاع ال instruction ده معتمد عليه next second instruction يعني instruction ده instruction الورى الوراي ففي الوقت ال instruction ده بيحتاجي arantata بتاعت الرجستر هي لسه هتتكتب في cycle اللي وراه فبحتاج ان انا اخر instruction ده اعمله tool بcycle واحدة بس من هنا لهنا خلاص هي دي الفكرة بتاعتي فانا هيحمل ايه بقى انا السؤال بتاعي دو ما فيش forwarding هحتاجي اعمل tools tools دي قد ايه هبتدي شوف لو انا execution output بتاع execution احتاجه next first instruction او execution او execution احتاجه first instruction وفي نفس الوقت الممري في second 3 cases دول بحتاجة اعمل tools يبقى لو انا stall او الحاجة 4.12.1 no forwarding tools equal tools اللي هي extra cycles هتساوي الدقيه هقول عندي خمسة في المية من instructions يعني خمسة من مية هيحتاجوا two cycles زيادة زيادة اللي هما two cycles طول زائد مش خمسة في المية بس خمسة في المية زاد 20% زائد 20% زائد 10% زائد 20% زائد 10% من instructions يحتاجه two cycles زيادة وايه كمان وفي instructions هيحتاجه stall بس one cycle اللي هما من ومن الممري للسكن يبقى خمسة في المية من instructions و10% من instructions هيحتاجه cycle زيادة يبقى total extra cycles هنحسب الحسبة دي هنلاقيها 85 من مية لكل instructions يعني ايه من الاخر يعني اقدر اقول ان 35 هي دي 35 اقدر اقول 35% من instructions هياخد ايه من ممدين يعني كل instructions بياخد cycle انا عندي 35% instructions هيحتاجه cycle بتاعتهم العادية وزيادة عليها two cycles يعني هيحتاجه ثري cycles زائد 15 من مية من instructions هيحتاجه cycle العادية وزيادة عليها cycle كمان يبقى و الباقي اللي هو الدقيه باقي 15% 35% اللي هم من 50% بقى الباقي من instructions هياخده cycle واحدة يبقى total number of cycles لما نحسب pair instruction لما نحسبها هنلاقيها 1.58 يعني ايه بردو يعني ايه يعني instructions الطبيعي هي تاخد one cycle بس بسبب ان فيه فكأن كل instruction بقى ليه زيادة 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 غير cycle الوحدة متقسمة هي 85 من مية لان انا استمتع على total instructions تمام ده كده كالاول سؤال what fraction of cycles are we stalling او لا what fraction of cycles are we stalling due data hazards هنقسم بقى يعني ايه يعني انا عندي total cycles واحدة وخمسة وتمانين الفraction of stalling cycles نسبة اللي اللي تكونوا بسبب بالسطولينج هي خمسة وتمانين من مية دي اكسترا على total cycle per instruction بقى عندي واحد وخمسة وتمانين هحسبها هلاقيها تقريبا ستة واربعين في المية يبقى انا عندي من total واحد وخمسة وتمانين cycle per instruction ستة واربعين في المية منهم اكسترا والبائي هو اصلا الطبعية تمام من المية اذا نستخدم فالفاردنج ما فالفاردنج ستطلع لذلك حيث هبص على نفس الرسمة هلاحظ حيجة ان الفالفاردنج بيساپورت من الستيج دي الستيج الالي قبلها اللي هي من الاكسيكيوشن للفرث يعني لما الانستركشن بيقى في الاكسيكيوشن والنكسد فرست بيقى في الماموري والفاردنج بيبقى في الاكسيكيوشن طب و ايه كمان بيساپورت لما الانستركشن يبقى في الاير دي او في الاستيج دي طيب هو مش في الماموري هو الانستركشن في الديتا ماموري بس الديتا اللي جاية عملها فوروردنج جاية من هنا يعني من الراجستر ده اللي هو كان شايل الاوتبوت بتاع الاكسيكيوشن يبقى تاني الصورة اللي قدامنا دي بيها full forwardدنج فولFورerver Guide يعني ايه؟ يعني باخذ الديتا اللي كانت من lanzه اللي هي جاية من هنا و اعطوبي الناكسد فورست انستركشن اللي هو والعاليا على طول اللي هو لما نقلت من Execution فوروردة هو بقى في و ايه د يعني؟ و فيه data بنقل فوروردنج من هنا اللي هو الخط الاصفر معناه ايه بردو؟ معناه الديتا اللي كانت lakes اللي كانت جاية من الماموري و راح نقل على الرو عنลرة فالديتا بتاعته اللي كانت خارجة من الميموري هعمل لها بس خلو بالكو بقى فوروردينج لفين مش ليل قبلي انا لو بتاعي في رايد باك فالنكست فرس انستركشن الوراي على طول هيبقى هنا هل انا هعمل اللي وراي على طول لا الخط الاصفر اصلا رايح على هنا يعني هعمل اللي ورايه اللي ورايه يبقى الفول فوروردينج تمام وحلو جدا وهيغطي حتة ان انا مش محتاج اعمل ستولينج بس خلي بالي انه هud لا و انا عندي فول فوروردينج فمش أحتاج اعمل دي في الكيس دي انه هو انا في الابوت بتاع الاكسكيوشن محتاجة لله ورايه ولا احتاج اعمل دي ولا دي ولا دي لان كل الفول فوروردينج بيسouport كل دول الكيس الوحيده اللي هحتاج اعمل Lastранs C Cashbau فيها هيا دي أن الـ Output المموري يجب أن يذهب إلى الـ Next First Instruction يعني الـ Output الخارج من الـ Stage لما الـ Instruction بقى هنا في الـ Layer الـ Output أنا أحتاج أخذه من هنا من الـ Register وأرجعه الـ Instruction الوراي على طول اللي هو في الـ Layer يحتاج الخط الأصفر يجي هنا ليس في الـ Stage فده ليس supported by فهيحتاج أعمله Stull طب نثبتهم الـ Instructions دي ثبتهم 20% يبقى أنا عندي Fraction of Stull هجيبه زي أو نقول Stulls الأول Extra Cycles 20% من الـ Instructions هيحتاجه ياخدوا 1 cycle زيادة بسبب الـ Stull خلوا بالكوا أنا هعمل Stull 1 cycle بقى ليه مش 2 Cycles أنا هعمل Stull مرة واحدة Cycle واحدة بس لحد ما الـ Instruction يتنقل هتبقى عندي O.2 Extra Cycles هتبقى 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 يعني هتبقى 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 في حالة ان انا عملة forwarding من الexecution memory او من الMemoryWeb فهحسب الstools في كاس ان انا عملة forwarding from execution memory to first ان انا عملة forwarding from memory right back ان انا عملة forwarding from memory right back ان انا عملة forwarding الخط الاحمر بس معناها ان احنا هن support التواصل الاتوي بتاع الان ان المميضة يبقى هو هو الانبوت تدعى الانبوت يعني ان الانبوت الانبوت يبقى في الوصف التعامل الواقع وعلى طول يبقى في الإستند دي يبقى الاب بتاع الاكسكيشن هو هو الاموت بتاع الناكست الاكسكيشن ده في حالة ان انا عمله الفوروردينج ده الهي اني كيس من ده اللي هي الكيس دي دي يبقى في حالة الاب بتاع الاكسكيشن هو الاموت بتاع الاكسكيشن فانا عملا already forwarding بسابورت الفكره دي يبقى مش محتاج اعمل install يبقى اعمل install فين في الكيسز البقية كلها فحيلت أن الـ Output الميموري هو الـ First Instruction وساعتها من Stool وفحيلت أن الـ Output الـ Execution هو الـ Input الـ Second والـ Output الميموري هو الـ Input الـ Second هنلاحظ هنلاقي أن الـ Extra Cycles ساوي 20% من الـ Instructions و 5% و 10% و 10% يبقى 20% من الـ Instructions زيت 5% من الـ 100 زيت 10% من الـ Instructions سيطلبه ساكل زيادة أحسبها رأيي تقريباً 0.45 يبقى أنا عندي زيادة 0.45 في حالة أن الـ Forwarding اللي موجود بـ Support من الـ Memory للـ WritePack من هنا من الـ Memory WritePack من هنا هو الـ Forwarding الأصفر أحتاج أعمل Stalling لإيه؟ لما أكون Execution للـ First تعالوا نفسك دي كده Execution للـ First أحتاج أعمل Stall و Memory To First أحتاج أعمل Stall Execution To Second و Memory To Second مش أحتاج أعمل Stall لإن فيه Forwarding بـ Supportه هتقولي تبما الـ Forwarding موجود بـ Support من هنا إلى هنا Memory WritePack بس هقولكم أن كده 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 لما الـ Instruction يبقى في الـ Execution والـ Instruction الـ Output بتاعه محتاجه في Second فالـ Second هيبقى في الـ Feature فالـ Instruction ده لما يتنقل من الـ Execution للمموري الـ Second اللي هو الوراء الوراء هيبقى في الـ Execution فكده كده الـ Forwarding هيسupportه يبقى الـ Forwarding هيسupport ومتده كيسز دولي يبقى مين الكيسز اللي احتاجه عمل لها Stall دي ودي دي اللي هي الـ 5% الـ 20% والـ 10% يبقى Extra Cycles هيسابه 5% 25% 25% والـ 20% والـ 10% من الـ Instruction هيحتاجه Cycles زيادة هحسبها لقى تقريبا 0.35 cycles يبقى هلاقي ان Extra Cycles in case forwarding supported is from memory write back الاكسترا cycles في الكيس دي is lower than في كيس ان الاكسترا cycles أو lower than extra cycles في كيس ان الـ forward is supported is from execution memory يبقى ساعدة اختار ايه اختار ايه اختار ايه اختار ايه نعمل choose forwarding from memory write back for the given data hazard for the given hazard probabilities and pipeline stage latencies what is the speed up achieved by adding full forwarding to pipeline that has no forwarding طيب speed up عشان نعملها حسبها من حتى نعمل execution time speed up of adding full forwarding then no forwarding ومد اين كده speed up دائما بنحط execution time الاعلى على execution time الاعلى لابا بتساوي execution time بتاع النوع forwarding على execution time بتاع الforwarding طيب execution time عماتا بيساوي ايه هتجي نكتب الرول بيساوي instruction count في cycle per instruction في cycle طيب طيب اهم هتجين نجيب كذا حاجة اول حاجة instruction count مش عندنا هنسيبه زي ما هو cpi هتجي نجيب cpi بتاعت forwarding دين نجيب نجيب احنا حسبناها في اول port هنا كنا حسبين cpi كيس no forwarding كانت 1.85 نجيب طيب cpi في حالة sorry no forwarding في حالة forwarding كنا حسبناها هنا لما قلنا ان في حالة full forwarding مش هتجي عمل install غير في كيس واحدة بس وكانت total cycles كانوا احنا اسمنا عليها على طول عشان نجيب بس لو كنا كتبناها total يعني هيساوي 1 plus 0.2 equal 0.2 او ممكن تحسب بنفس الطريقة القديمة اللي كنا حسبناها ان انا هشوف نسبة instructions محتاجين زيادة cycles واشوف total cycles سيبقى كامل ساعدة طيب ايه تاني محتاجة هستيبو cycle time عشان ناسب cycle time ساعدة بساعدة اللي هو في اللاتنسي بتاعت ال stages طيب اللاتنسي بتاعت مية وخمسين دي سبتة مية دي سبتة مية وعشرين سبتة مية سبتة فحالة ال no forwarding اللاتنسي بتاعت ال execution 120 فساعدها ال clock cycle هتكون maximum stage اللي هي هتبقى 150 طيب فحالت ان انا full forwarding اللاتنسي بتاعت ال execution stage 150 ساعة القلوك سايكل الماكسمم سايكل محمسين سنقدر نقومى الكمال في حالة النو في المترجم وهو هو الكمال في حالة الفوروردين الذي يساوي الكمال 150 بيكو ساكن سنقومى الكمال ساوء والحجل انا حطيت اقوشن حيث سيوي عشان اكتبع مضبوط execution time حيث سيوي instruction count في CPI بتاعت النو forwarding في cycle time اللي هي حالا على instruction count في CPI في حالة ال forwarding cycle time هو هو دي هتروح معدي يبقى فضل نحسب CPI في كاس ال no forwarding اللي هي 1.85 على CPI في كاس ال forwarding اللي هي 1.2 ونشوفها تطلع تطلع 1.54 يبقى هي تزيل speed up what would be the additional speed up relative to processor with forwarding يعني احنا نقارن بكيز بتاعت اني فيه forwarding if we added time travel forwarding that eliminates all data hazard هنزود حاجة جديدة هتخليني مافيش اي data hazard يعني كمان هنزود على full forward هنعلي على full forwarding فيبقى عندي full forwarding وكمان حاجة تانية هتبنعني نيبقى في اي hazard assume that they had to be invented time travel circuitry اللي هيساعدني اعمل الناس dengan data hazards مدوين كالdata hazards تستبقى ليقى فيه stalls فأنا هقوم كل ال data hazards فلمش يقف فيه اي stall فعملت forwarding عاي جدا بس هيكلفني ان انا هزود highs circuit جديدة هتاد this goal is gonna enable for the full forwarding execution stage по full forwarding execution stage اللي هي دي كان الاتنسي بتاعتها 150 بيكو سند فهو عايز يعرف ال speed up فهقول له نفس ال equation اللي فاتت speed up مش هنسميها full forwarding بقى هنسميها new forwarding then full forwarding هتساوي ال execution time بتاع ال new forwarding على execution time بتاع ال full forwarding نفس ال equation هتساوي instruction count في cpi بتاع ال full forwarding على cpi بتاع ال new forwarding وي السايكل خلوا بالكو بقى مرة دي السايكل time هتفرق تبتعروا نحسبهم كتا هنحسب دول داني المفروض هنحن يحسن نحسب السايكل اولا cpi بتاع فالفول فوروردينج دي كده كانت محسوبة في السؤال اللي فئت 1.2 ان انا عشان فول فوروردينج بيخليني مبقش في ستول الا في كاس واحدة بس فكان بيبقى ستيل في عندي اكسترا سايكلز فكانت total CPI 1.2 طيب في حالة ان نيو فوروردينج المفروض ان انا مفيش عندي اي هزرد فمش يحتاج ان انا عمل من ستول خالص فالCPI هتبقى واحد زي ما هي مش اي اكسترا سايكلز طيب في كاس الفول فوروردينج كنا حاسبينها في السؤال اللي فات اهي 150 بيكو ساكند طيب بتاعت نيو فوروردينج هو قال ان انت هتزود 100 بيكو ساكند يعني هتبقى 250 بيكو ساكند هاحسب الحزبة دي الان هي هتساوي طبع هاتروح مع هاتبقى الثالي بتاعت الفول فوروردينج 1.2 وصاكند 150 cpi بتاعت نيو فوروردينج بش عندي اي اكسترا سايكلز بس الساكل تايم زيت بات 250 هنا حسبها هنلاقيها طرع تقريبا 0.7 طبعا من اسمها كده 0.72 مش من اسمها من الرقم طالما الفاليو اقل من 1 يبقى انا معمدتش يبقى اكتشل يعني انا ببطق الحل بتاع نيو فوروردينج ابطق نيو فوروردينج يسلور فول فوروردينج يعني انا اعمل اكسترا سايكلز بحيث ان السايكل تايم تبقى 150 احسن اخر واحدة 4.12.6 ريبيت 4.12.3 اللي هي كانت بتقول ان انا اختاري ياما اعمل فوروردينج من الاكسكيوشن ياما اعمل فوروردينج من الماموري رائد باك مش عمل فوروردينج يعني فربيت this time but determine which of the two options result in shorter time فهجيب وستقوله ان الوقت اللي بياخدوا الانستركشن عشان يتنفس هو عبارة عن السايكل بياخد كام سايكل مضروبة في السايكل تايم ففي الكيس بتاعت هنرجع لها دي install install اللي كاناتج لما بعمل فوروردينج من ال الماموري كان بيسبب لي ان يبقى عندي عددهم او مش عددهم الفركشن بتاعتهم السي بي اي بتاعت الفوروردينج في حالة الفوروردينج من ال ماموري هتبقى الواحد زائد زيادة عليهم كمان خمسة واربعين من الواحد من الواحد دي يعني ماموري 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 بيهم ماموري ماموري من الواحد هتساوي 1.45 اللي هي CPI مضروبة في Cycle Time اللي هي كانت 150 و Time Per Instruction في كيس ان انا هعمل Forwarding من الميموري Write Back هتساوي CPI اللي هي 1.35 مضروبة في Cycle Time اللي هي 150 فهل ايه طبعا ان دي هي لأقل برضو